من جانبها أيضا أفادت مصادر مطلعة بأن قائدا بارزا في الجيش العراقي بعث برسائل شفاهية إلى قادة الفصائل وقيادات في الحجد الشعبي يحذرهم من ضربة لحليفة واشنطن وشيكا مرفقا ذلك بخريطة توضح الأهداف المحتملة تم نقل الرسائل بشكل شفاهي لتفادي تسربها عبر القنوات العسكرية التقليدية وكما نشر تقرير لشرق الأوسط كشف فيه عن ضارب التقديرات حول طبيعة الأهداف المستهدفة حيث تبرز المخاوف من استهداف مخازن الأسلحة وغرف العمليات والمنازل الآمنة تشير المصادر أيضا إلى أن الفصائل العراقية تشعر بالقلق من المعلومات الاستخباراتية والتي قد تمتلكها حليفة واشنطن نتيجة تعاونها المستمر مع الولايات المتحدة في العراق على مدار العقدين الماضيين ترجمة نانسي قنقر